نرحب بضيفنا من إسطنبول مدير مركز إسطنبول للفكرة الدكتور باكير أتاجان دكتور باكير أهلا بك معنا في سكاينيوز عربية يعني باتها من الشبه المؤكد شكرا جزيلا أهلا بك بات شبه المؤكد أنه نحن نتجه لجولة إعادة ولكن قبل ذلك أود أنه نناقش معك توزيع الأصوات كما تبعنا في العرض كان يمكن من الملاحظ أنه إسطنبول وأنقرة رجحت كفة منافس الرئيس أردوغان كليتشدار أوغلو مقابل أيضا المناطق التي تعرضت بشكل مباشر من الزلزال مثل كهرمان مرعش وغيرها وغازي عن تاب التي كان في تعويل أو تقدير بأن هذه المناطق قد تحاسب الرئيس نتيجة لربما الضمار الهائل التي طلتها وكانت النتيجة مغيرة تماما لهذا الواقع كيف تقيم بداية هذه النتائج؟ أولا أريد أن أضيف بعض النقاط المهمة برأينا أولا هذه الانتخابات كما قالت رئيسة حزب الجيد بأن المرشح كانت تعترض بشدة على ترشيح كليتشدار أوغلو وكانت تفضل أن يكون وجه جديد ويشارك في هذه الانتخابات لأول مرة لربما النتائج الآن أعطت لها الحق بأنها فعلا كانت صحيحة جدا في هذا الرأي لأن ما حصل في تركيا في الفترة الأخيرة بعد كورونا وبعد الاقتصاد الذي كانت شبه منهارة والأهم الزلزال التي حصل قبل شهرين كلها كانت عوامل مؤسرة ضد أردوغان ولكن الاختيار المرشح بهذا الشكل ربما أعطت لأردوغان فرصة كبيرة جدا مرة أخرى ولابد الزكر إلى جانب رئيسة حزب الجيد أريد أن أضيف نقطة هامة للأسف الشديد هناك إهانة لرجل الحسابات العجوز كليتشدار أوغلو من طرف الأحزاب التي انضمت تحت تحالف الأمة وأقصد هنا علي بابجان أحمد داود أغلو وتمال حزب السعادة تمال قرام أغلو ورئيس حزب الديمقراطية قلتك هنا الذين أربع أحزاب حيث أخذوا من رجل الحسابات بأعضاء حوالي 53 60 عضوا في البرلمان نجحوا لصالح هذه الأحزاب الأربعة ولكن بالمقابل لن يقدموا أصوات حتى أصواتهم الحقيقية كلها لصالح كليتشدار أوغلو في هذه الانتخابات والدليل على ذلك النتائج الواضحة هنا لذلك أنا أعتبرها إهانة لرجل الحسابات كليتشدار أوغلو من هذه الأحزاب الأربعة التي دعت وانضمت بحجة بأنها سوف تدعم كليتشدار أوغلو وهذا إذن الأرقام هنا الدعم غير صحيح وغير كافي النقطة الثالثة لابد ذكرها إذا سمحت لي هذه الإعادة هذه الإعادة مهما كانت يعني الدعم التي سوف تأتي كما أتت من الخارج وأريد أن أزكى النقطة أنا قبل 55 سنة كنا نشرب في تركيا الحليب المجفف المقدم من الولايات المتحدة والمنتهية تاريخها لن تفيدنا بشيء بالعكس كانت يعني تضرنا أكثر ما تنفعونا والآن الدعم الأمريكي والغربي لقليتشدار أوغلو يعني ضرته ولن تنفعه والدليل على ذلك هذه النتائج كل هذه الدعاية الخارجية والداخلية والدعم أصبحت منتهية صلاحيتها كما كانت قبل 55 سنة الحليب المجفف التي قدمت للأطفال في هذه الفترة لذلك كانت تعطي الأمراض ولن بالعكس تزيد الأمراض بدلا أن تحميلها والآن هذه الدعاية بدلا أن ترجح وتقدم قليشترولو وأخرته كثيرا لأنها أعطت صلاحية من طرف الشعب التركي لصالح أردوغان بأن يستمر مرة أخرى هل باعتقادك استنادا إلى هذه النتائج ونتائج الانتخابات الرئاسية قد يكون من المبكر القول بأن الرئيس أردوغان سيحسم بطبيعة الحال الجولة الثانية أو جولة الإعادة بعد أسبوعين للأسف في كل وضوح للأسف في كل وضوح لماذا أقول للأسف لأنني نعم أنا من المؤيدين لحزب العدالة والتنمية ولكن كنت أريد أن يكون تغيير ولكن هذا التغيير كان يجب أن يكون نحو الأفضل وهذا السبب قلت الرجل العجوز لأن تركيا كانت تريد يعني شخصية جديدة وسياسة جديدة ربما تكون أفضل بما يحصل تغييرات في العالم وهذه التغييرات كانت لابد أن تكون تركيا الجديدة كانت أفضل هل هو الوقت المناسب لهذه المتغيرات دكتور بكير أنت باعتقادك ألا تعتقد أنه من النحية نظرا لهذه المتغيرات على المستوى العالمي أنه الانتظار كي تمر العاصفة ومن ثم البحث عن تغيير على المستوى الداخلي السيدة العزيزة يعني حزب العدالة والتنمية كانت ضعيفة جدا وخاصة كما أشرت قبل قليل بعد كورونا كورونا واضحة جدا والتي هي أسوأ جاءت الاقتصاد متدهور في تركيا والتضخم كانت عالية جدا والكل أصبح هناك الزلزال والزلزال كانت ضربة قاتلة لتركيا والدولة كانت غير قادرة على وضع حد على كل هذه التطورات فبناء على هذا الشيء أنا شخصيا أتمنى أن يكون التغيير في الأحزاب كلها نحو الأفضل تجديد وتحديث ولكن إن كانت حزب العدالة والتنمية لن تستطيع أن تقدم شيء ولكن الأسوأ تعالف الأمة وخاصة باختيارها المرشح قلشطار أولو أساءت للشعب التركي والدول التي دعمت هذا الترشح أساءت للشعب التركي إساءة كبيرة وهذا السبب قلت المنتهية صلاحيتها يريدون أن لا تنتهي أن تستمر وهذه كانت خطأ بالنسبة للشعب التركي وإهانة للشعب التركي أنا أجدها إن كانت هذا من الخارج أو من الداخل لذلك كنت أفضل أن تكون هناك تغيير وتحديث نحو الأفضل ولكن لن تحصل لذلك أعتقد خلال 15 اليوم القادم أردوغان سوف يحصل على أصوات أكثر من 50% مش 50% وأصوات كليتشدار أوغلو سوفة تنخفض تحت 45% يعني لا تعتقد أنه في أمل للمعارضة تحدثنا دكتور عن شخصية كليتشدار أوغلو أو شخص كليتشدار أوغلو بحسب وجهة نظرك لم يكن لربما على مستوى تقدير أو تطلعات الشعب التركي ولكن أود أن أسألك أيضا عن النموذج التركي عفوا هل نموذج تقديم ائتلاف حاكم مقارنة بباقي التجارب التي شهدناها في الدول المحيطة هل هو يصلح لتركيا بعد 20 سنة من حكم الرجل الواحد أو الرجل القوي بمركز الرئاسة سيدة العزيزة أريد أن أنوهل نقطة هامة ذكرتها في تركيا الذين سوف يصوتون هذه المرة من الشباب حوالي 6-6.5 مليون 6-6.5 مليون ولكن للأسف الشديد الذين كانوا ينتقدون الحكومة الحالية ومنذ 20 سنة ما فعلته لن يقدموا شيء بالعكس الذين كانوا تحت غطاء تحالف الأمة كلهم ليسوا قديمين فاشلين لن يقدموا سوى الفشل الزريع للجمهورية التركية خلال السنوات الماضية لذلك الشباب كانوا يريدون التحديث والتغيير نحو الأفضل ووجوه جديدة ووجوه شابة ليس واحد عمره 75 سنة على وشك الانتهاء ليس أشخاصاً كانوا مع حزب العدالة والتنمية وذهبوا إلى رجل الحسابات وأهانوا فيه مرة أخرى كما أهانوا الرئيس السابق الحاضر أردغان لا يريدون هذا يريدون وجوه جديدة تقدم لتركيا أشياء جديدة إذا بما تتماشى مع التقدم العالمي وخاصة عالمنا الآن يتقدم بسرعة كبيرة هؤلاء يعني غير ممكن أن يقدموا لهؤلاء الشباب أي شيء بالعكس ربما يرجعون مائة سنة مرة أخرى ليس إلى القرن الـ 21 وإنما إلى القرن التاسع عشر مرة أخرى ولذلك كانت هذه النسبة الكبيرة مع أنها للأسف الشديد قدمت وذهبت إلى التصويت ولكن كان عليهم ألا يصوتوا لصالح هذه المرشحين خاصة في العالم الذي يسعى لتقديم الأفضل لشعوبه دكتور باكير أتجان شكرا لك من إسطنبول مدير مركز إسطنبول للفكر